على مر أربعة أيام لعبت مباريات البطولة الوطنية الاحتلافية انطلقت يوم الجمعة الثاني والعشرين وانبير الفين واربعة وعشرين وانتات يوم الاثنين الخامس والعشرين من دات الشهر ونفس السنة مباراة الدرب البضاوي التي جمعت الرجاء العالمي ووداد الأمة انتهت متكافئة لا غالب ولا مغلوب هدف في كل شبكة والدرب كذلك الرباطي الذي جمع الجيش الملكي واتحاد الثورق الرياضي انتهى إيجابا هدف في كل شبكة أولام بيكا سفي يقص على فريق النادي المكلاسي تلاتة أهداف لا رد لها ولا صد اتحاد طنجا في ديربي الشمال يخسر أمام المغرب الططواني بنتيجة هدفين لهدف وحيد تلك نتيجة انتهى عليها لقاء نهضة بركان وحسنية كدير هذا الأخير خسر أمام النهضة في معقلها وعقر دارها ببركانه نهضة الزممر شباب السوالم الرياضي كل شيء سلبي تعادل بصفر لمثله شباب المحمدية يتعزم وضعه جولة بعد أخرى يخسر الآن أمام الدفاع الحسن الجديد بأتقل نتيجة أربعة أهداف مقابل هدف يتيم الفتح الرياضي المغرب الفاسي تعادل إيجابي هدف في كل مرمى انتهى هذا اللقاء الرياضي موعدنا يتجدد في لقاء قريب بإذن الله إلى اللقاء